اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاء الشيخ ورآه ينظر فقال لي لماذا تنظر الشيخ يقول لي طال لي لماذا تنظر فكف الطالب فقال الشيخ والله لتجدن اثر هذه السيء ولو بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها وفي اخر حيات يقول هذا الطالب فما زلت انتظر هذه العقوبة فمكفت عشرين سنة هذه القصة ذكرها على امام القيم رحمه الله لمدارج السالكين يقول مكفت عشرين سنة وانا انتظر العقوبة واذا بي في ليلة من الليالي نمت وحافظ القرآن فاصبحت فامصيت كتاب الله صلى الله عليه وسلم فالذنب قد يستهين به الانسان في جنب الله لكنه عظيم وذلك قال بعض السلف لا تنظر الى ما عصيت به ولكن انظر الى من عصيت النظر الواحد قد تضن حياة الانسان كله نظر الى الحرام واحد فالله الله اخي في الله انا ما اقنطك بالرحمة الله ولا ايأسك بالروح الله ولكن ابشد بكل خير اريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الافلام اريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفك وتتذكر وتقول انا لله وانا اليه واجب اي خسارة بنيت فيه الله اعطاني البصر وعطاني هذه النعمة ونظرتي الى الحرام كم فين منظر وكم نشهد رأيت كيف القى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع ولعل هذه الدمعة تغسل دنوب العمو اريد منك هذه الدمعة وانت خالي فان النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة ان الله يضله في ظله اوما لا ظل لا الا ظل فقال في السبعة اصلا الله يجعلنا وإياكم منهم الذين يضلهم الله في ظله وما لا ظل الا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا اي من خشلة الله فادمع هذه الدمعة وفيك اخي الامر الثاني ان تغلع عن هذه المعاصر وان تبتعد عنه والله سيعينك والله ما عقدت في نفسك فانك تتوب عن شيء الا يوفقك الله والشيطان يأتيك يقول لك لا انت فعلت انت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غرق الانسان في المعاصر من اخمص قدمه الى شعارة راسه واحسن الظنب الله فالله يعينه والله يوفقه فهذا الامرال اللذاني ادعوك لنا ترك المعاصر والندم على ما كان منك فيها وحسن الظنب الله وأسأل الله العظيم ان يبدل اساءتك حسنا انه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى